بيد أهلها داعيا لضمان عودة نازحيها وشروع بمصالحة مجتمعية تحقق الأمن والسلام وتحفظ للتركمان وجغرافيتهم التي سعى لتمزيقها تنظيم داعش الإرهابي جاء ذلك أثناء ترأس رئيس الجبة التركمانية النائب الشد الصالحي اجتماعا استثنائيا في أربيل لأعضاء المكتب التنفيذي للجبة في الموصل وتلعفر وأربيل حيث أكدت الجبة التركمانية استعداد أهالي تلعفر وجاهزيتهم لمسك الأرض ورفضهم المشاريع التقسيمية على أسس مذهبية أو طائفية داخل القضاء ترأس رئيس الجبة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي اجتماعا استثنائيا في أربيل ضم أعضاء من المكتب التنفيذي للجبة التركمانية من الموصل وتلعفر وأربيل وذكر بيان صادر عن رئاسة الجبهة التركمانية العراقية أن الجبهة ومنذ عام 2004 أكدت حفاظها على المشروع القومي لتركمان العراق بدءا من تلعفر إلى مندلي ولم تتضمن مشاريع الجبهة التركمانية أي توجهة نظر طائفية خلال هذه السنوات بل قدمت الدعم والجهد الإنساني لكل المناطق التركمانية دون النظر إلى طائفتهم ومذهبهم وطالبت الجبهة التركمانية العراقية بأن يكون مستقبل قضاء تلعفر بيد أهلها داعيا لضمان عودة نازحها والشروع بمصالحة مجتمعية تحقق الأمن والسلام وتحفظ للتركمان جغرافيتهم التي سعى لتمزيقها تنظيم داعش الإرهابي وأكدت الجبهة التركمانية استعداد أهل تلعفر وجهزيتهم لمسك الأرض ورفضهم المشاريع التقسيمية على أسس مذهبية أو طائفية داخل القضاء وقالت الجبهة التركمانية في بيانها عقب الاجتماع إن ما حصل من فتنة في قضاء تلعفر كانت الغاية منها استهداف جغرافية هذه المدينة الجريحة وتشريد أهلها من قبل تنظيم داعش الإرهابي وقالت الجبهة التركمانية إننا نؤكد بأن مستقبل تلعفر يجب أن يكون لأهلها وأن يعود جميع النازحين إليها وتتحقق المصالحة المجتمعية بين مكوناتها وذلك لإفشال مشروع داعش التقسيم والطائف وأكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي لفضائية تركمانيل استعداد أهل تلعفر وجهزيتهم لمسك الأرض والحفاظ على الأمن داخل القضاء كما أكد استعداد الجبهة التركمانية لمواصلة دعم أهل تلعفر في الجانب الإنساني وأيضا في إعادة إعمار مدينتهم جدد أبناء مدينة تلعفر التركمانية تأكيد على تماما ترجمة نانسي قنقر